السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معانا تاني في فيديو جديد في فن الكروشي. دي بندانة بسيطة جدا. واي حد ممكن يعملها بسهولة. بغرزة بسيطة غرزة بف وسلاسل. يعني سهلة وبسيطة. اللي لسه ما عملش سبسكرايب لقناة ياريت يعمل سبسكرايب. اه ويفعل الجرس عشان لو فيها اي شيء جديد يجي له. هنبدأ نعمل تول بسم الله. ونجيب بس اه اس تكم بتاع الشعر ده. وبنجيب وبنعمل عليه نعمل غرزة البداية وبعد نعمل غرزة حشو عليها. وبعد غرزة الحشو وبنعمل سلاسل. بنعمل تلت سلاسل ارتفاعه. وبعدين بنجي من اول اول سلسلة اللي مثبتين فيها على على التوكا او الاستيك. ونعمل غرزة بف من تلت لفات بس. اوكي عشان تبقى غرزة بف صغيرة. ما تبقاش عريضة قوير. لو حد عاوزها تبقى منفوخة كتير ممكن يعملها اربعة او خمس لفات. فدي غرزة بف من تلت لفات بس. اوكي. بعدين بنعمل تلت سلاسل ارتفاع تاني. وبعدين بنعمل البف بعد كده. غرزة البف بنعملها في السلاسل الارتفاع بتاعت اللي قابليها. يعني بنلف الشغل وبنيجي على السلاسل الارتفاع ديت. ونعمل غرزة البف فيها. ناخد لفة على الابرة وبعدين ندخل فيها ناخد لفة ونطلع. وهكزا تلات مرات. وبعدين نسحب الخيط من جواها. ونقفلها بمنزلق. اوكي. هنعمل تاني تلات سلاسل الارتفاع. ونلف الشغل معانا. ونعمل البفة على السلاسل اللي قابليها. على السلاسل الارتفاع اللي قابليها. وهكزا. نعمل بنفس الطريقة. تلاتة سلسلة ارتفاع. وبعدين نلف معانا شغل. ونعمل غرزة البفة على السلاسل اللي قابليها. زي ما انتو شايفين غرزة بسيطة جدا وسهلة. اي حد ممكن يعملها. هنكمل كده. ونوصل للاي ارتفاع اي طول احنا عاوزينه. اي طول حسب بقى مقاس الارتفاع هتبقى لاطفال او لقبار. هنكمل لكم. كده عملت الطول اللي انا عاوزينه. زي ما انتو شايفين كده. وبعدين آآ هنيجي زي شايفين البفة هيبقى شكلها يعني آآ خلف خلاف مع بعض زي الضفيرة كده. هنجيب اللي احنا عاملين فيه ونقفله من الناحية التانية بغرزة حشو. زي ما انتو شايفين كده. وبعدين بنعمل واحدة حشو تانية عشان نبدأ معاها السلاسل. ياريت نعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ونفعل الجرس لو في اي آآ آآ كومنت ساوزين تكتبوها ياريت تكتبوها في التعليقات. بعد كده. بنشتغل سلاسل. بنشتغل خمس سلاسل. بعد ما نعمل غرزة حشو على الاسدك. وبعدين خمس سلاسل هنسبتها بغرزة حشو في وسط في وسط السلاسل اللي احنا عملنا عليها البوف. يعني خمس سلاسل وبعدين غرزة حشو في وسط السلاسل لارتفاع بتاعة البوف. خمس سلاسل اهي. واجي اللي ارتفاع بتاعة البوف. هنعمل فيها غرزة حشو. خمس سلسلة. وبعدين حشو في وسط السلاسل اللي احنا عاملنا عليها البوف. بنكملها كده الناحية دي لحد الاخر. وبعدين نعمل الناحية التانية بنفس الشيء. خلصنا كده الناحية الاولينية. الجنب الاولاني. خلاص. واجي كده اخر خمس سلاسل. وبعدين بنعملها غرزة حشو على الاستيك اللي احنا قفلين به البندانة. ادي كده غرزة حشو. اكي? وبنعمل واحدة حشو برضو الناحية التانية. عشان نبدأ السلاسل بتاعة الناحية التانية. الناحية التانية بادئ بسلاسل جنب الاسلك على طول. هناخد فيها غرزة حشو على طول. وبعدين هنعمل السلاسل خمس سلاسل. وبعدين نروح على السلاسل الارتفاع اللي بعدها. ونعمل غرزة حشو. ونفس ما عملنا في الجنب الاولاني هنعمل الجنب ده بالزبط. آآ خمس سلاسل غرزة حشو وهكزا. وغرزة الحشو بتكون في وسط السلاسل الارتفاع بتاعة البفر. لا الاحية الا الله. هنعمل كده لحد الاخر. كده خلصنا كل السلاسل من الجنبين بقت الحرفين كلها سلاسل. السلاسل دي هتبقى ضعيفة عاوزين نقويها فهنشتغل عليها آآ غرز حشو زي كده زي ما انتو شايفين. هنبدأ من اول جنب. هنيجي آآ نعمل على كل سلاسل عملناها هنعمل خمس غرز حشو. ادي كده خمس غرز حشو. وبعدين هننقل على السلاسل اللي بعديها على طول من غير ما هنعمل حاجة في الحشو اللي في النص. غرزة الحشو اللي احنا مسبتين فيها تحت. بس يعني هنشتغل بس حشو على السلاسل. الدور ده كله كده. هتبقى بالمنظر دوتا. زي ما انتو شايفين الغرزة بسيطة جدا واي حد ممكن ينفزها بسهولة. كل سلاسل كل خمس سلاسل هنعمل عليهم خمس غرز حشو. وننقل على الغرز على السلاسل اللي بعديها على طول. وهنعمل كده لحد ما نكمل نفس النحية دي كلها. بنفس الطريقة. زي ما انتو شايفين خلصت نحية الاولنية وبعد انه قلت على نحية التانية وانا بنقل على نحية التانية برضو ماشي بالحشو على الحرف عشان يبقى للشكل حلو. لحد ما بخلص كله وبعدين بقفل بغرزة منزلقة. فاول غرزة حشو عملتها. عشان تبقى زي الاطار كله مقفول مع بعضه. اوكي. وبقص الخيط. شايفين عاملة زي غرزة البف النص عاملة زي الضفيرة. وحواليها الحشو اللي بره عمل لها زي الاطار. وبعد كده اي خيوط طلعة نجمحها في وسط الشغل. او نشدها يعني في وسط الشغل. ونقصها عشان يبقى شغلنا مضيف. اتمنى الفيديو يكون عجبكوا واستفدتوا منه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. اعملوا سبسكرايب. وفعلوا الجرس. واي حاجة عاوزين تقولها اكتبوها لي في الكومنتات. اي حاجة عاوزين تعرفوا تعملوها. ممكن تقترحوا عليها ايه الفيديوهات الجاية اللي انا ممكن اعملها. اتمنى انكم تنفزوا البندانة ديات للبنات الصغيرين او حتى للقبار. حلوة جدا وبتلم الشعر. واشكركم جدا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة